السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل السبونج كيك بطريقة سهلة جدا وبسيطة يعني بصراح مفيش فيها اي حاجة ابدا. احنا المكونات بتاعاتنا بسيطة جدا. عندنا ست بيضات وعندنا باودر بيكنج باودر وفانيليا وعندنا معلقتين محسن جل وعندنا كوبايتين الا ربع دقيق وكوباية سكر وعندنا نصف كوباية مية متلجة. احنا الوقت هنعمل السبونج كيك بتاعنا بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. الوقتي بقى هنبدأ بقى اول حاجة هنجيب البيض والسكر ونشوف هنعمل ايه. احنا الوقتي اه قصرنا البيض وحطنا السكر فيه بالطرقة دي كده وضربنا بالمضرب الكهربائي بقى اعلى سرعة وهنقعد نضرب كده لحد ما نلاقيه بدأ يفتح شوية كده معانا وبعدين هننزل بالمكونات بتاعتنا الدقيق وكل المكونات اللي معانا يعني عادي لو حطناها كلها في وقت واحد لان ده سبونج ومش يعني كيك عادي والمحسن طبعا وكل المكونات والنشا والفانيليا. هنبدأ بقى نضرب الدقيق بقى اعلى سرعة لحد ما لونه يبيض معانا ويتضاعف حجمه هو بياخد وقت الاسبونج لما عشان يبقى يعني كويس جدا معاكي وطلع بطريقة كويسة اه احنا لازم نضربه مدة عشر دقايق اقل حاجة لحد ما يبقى بالقوام ده كده. قوام ده كده بسم الله ما شاء الله يعني بقى جميل جدا بقى شابه الكريم شانطيه بالزبط. وبقى متماسك. يبقى الوقت احنا كل اللي هنعمله هندهن الصينية آآ سامنة ونحط آآ ورق الزبدة ونحط عليه الخليط بتاعنا وهندخله في الفرن مدة نص ساعة آآ حوالي نص ساعة على نار يعني في الرف اللي في الوسط على نار متوسطة. ونشوف بقى هنعمل ايه. وبعد نص ساعة الاسبونج بتاعنا خرج من الفرن من الطرقة دي كده هش جدا ومرتفع وجميل جدا جدا زي اللي بيتبع ويمكن كمان احسن. بصراحة جميل جدا جدا. كريم شانطيه بتاعنا اهو جميل جدا ومتماسك. بسم الله ما شاء الله جميل جدا جدا. احنا عاملينه حطينا بالزبط كوبايتين آآ كوبايتين كريم شانطيه. عليهم كوبايتين مية متلجة. ونص كوباية آآ سكر. ده المقدار بتاعنا. جميل جدا جدا. وسهل جدا اهوة. الوقت احنا هناخد الاسبونج بتاعنا. هنقطعه طلت طبقات ونحشيه ونشوف هنعمل. قطعنا الاسبونج بتاعنا طلت طبقات بالطرقة دي كده. الوقت هناخدهم معنا. ونشوف هنعمل ايه? وهنزين بقى الترطة ونخليها شكلها جميل. عندنا نص كوباية لبن. هنسئي بها كده. الشكل ده كده. علشان تبقى معانا طرية وما تنشفش مننا ابدا. لازم نسقيها بالشكل ده كده. مهما تقعد معاكي عمرها ما تنشف منك نهائي. طول ما انت بقى تسقيها بالشكل ده. هنحض الكهيم الشانطير بتاعنا في كسي الحلواني. وهنبدأ بقى نشتغل كده. عشان نمكن التنمية اللي احنا هنحطها بالطرقة دي كده. بشكل عشوائي كده. بنفردها. هنغلفها كلها بالكريمة. بالطرقة دي كده. وهنحط من الجنب انكسرات. بالشكل ده كده اه انكسرات مبشورة طبعا. وعندنا جوز المبشور. نحطه على وشاك الترقة دي كده. بقدرها طعم جميل جدا. الشكل ده. هنبدأ نزيينها. هنبدأ نزيينها كده. هنبدأ وضعت كذلك وضعت كريس وضعت بتاعتنا هو عندنا تفاح. نحط تفاح يعني لو عندك تفاح حطي. عندك مش مش حطي. ده برضو كويس وده كويس. نحط شوكولاتة برضو. ما جميلة. شوكولاتة برضو. ما جميلة. 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 number two. ما جميلة. ك pilم ressie. المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة